السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله ومبدأيا وقبل ما نبدأ حابين كلنا ندعي الإخواننا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين إن الله ينصرهم نصرا مبينا اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله بقى لي فترة طويلة ما سويتش معاكم الفطار فقلت النهاردة بقى طبعا الفطار ده كان يوم جمعة عشان أولادي كلهم بيكون قاعدين في البيت فبيبقى كده يوم جميل ويوم حلو وكلنا مجتمعين في الخير إن شاء الله قلت أسوي لهم فطار كده يعني إيه كوكتيل ما بين الجنوبي والمصري طبعا زي ما أنتوا شايفين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ بالحاجة الأساسية أو الرأسية في الفطار اللي هو خبز الطاوة على طريقة الشهارية طبعا الطريقة دي أنا تعلمتها من أهل جوزي هنقول بسم الله وعلى بركة الله وننزل بالمية الدفية بتاعتنا ومعلقة خميرة معلقة واحدة طبعا أنا هنا مش هحط ملح لإن دي بتاعي أو البر اللي أنا هستخدمه الرجل حطت فيه ملح في الطحونة هسمي وتوكل على الله وبالبركة كده زي ما أنتوا شايفين طبقين طبقين ونص ثلاثة بالبركة طبعا أنا حطيت بر اللي هو الدجيج البر وحطيت شواء صغيرين من الدجيج الأبيض طبعا نوعية الخبز دي مش محتاجة عجانة خالص يعني هنعك العجانة على إيه ده بصوا هي بتاخد بالزبط نص دقيقة نص دقيقة وهيكون عندنا العجين جاهز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مش محتاجين غير إننا بس نلف إيدنا كده في العجين والمية ونخليهم الاتنين يختلطهم مع بعض بس كده هون بيش حاجة غير كده طبعا دي يا جماعة ممكن أقول لكم إن هي أسهل خبزة ممكن تعملوها في حياتكم سهلة جدا 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 العجن بتاقها بياخد نص دقيقة بس انتم متخيلين طبعا أنا كسلت إن أنا حطها في العجانة قلت لا ده بإيه دي كده وعلى طول يعني بسم الله ما شاء الله زي ما أنتوا شايفين محتاجة إن أنا بس إيه أغطيها زي ما أنتوا شايفين كده بغطيها وبسيبها في مكان دفي بما إن الجوة عندنا فقابها يعني ما أقول لكوش تلك هنا هسمي وتوكل على الله ونبدأ بالطبع أو طبع من الأطباء الرئاسية النهاردة للفطار وهنعمل حاجة اسمها أرس البطاطس إيه هو أرس البطاطس ده؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض عندي بما يعادل ثلاث أو أربع حبات بطاطس كده محترمين زي ما أنتوا شايفين والأشارة الجميلة الحلوة العسل دي طبعا الأشارة دي من إكيا سهلة جدا وحلوة وبتسهل علينا بصوا تسهل علينا تأشير البطاطس ده بشكل غير طبيعي وأنا اللي ضيعت نص حياتي أشار بالسكينة وأقول لي نفسي قال إيه لما بحبش الأشارات حينا برضو الواحد ببقى يبصوا فهم حاجات غلط وماشي عليها لا لازم الواحد يقتنع أن فيه في حاجات تسهل الحياة في حاجات في المطبخ تسهل الشغل الحمد لله رب العالمين طبعا زي ما أنتوا شايفين كده على طول تيك 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 والحمد لله رب العالمين خلاص آخر واحدة هي أشارها بقى وخلاص ونشوف هنعمل في البطاطس بتاعتنا إيه طبعا مسلوقة عملناها مجلية عملناها شوية عملناها بس النهاردة هنعملها بطريقة حلوة وطريقة مميزة وطعمها حلو وبرضو هتدينا كده شكل جميل طبعا كده تمام هاخدهم بقى أخسلهم غسلة كويسة جدا وبعدين نشوف بالمبشرة بتاعت البصل البصل اللي هو غالي ويعني يطالع في العلالة ده نستخدم المبشرة بدأ يعني بدل ما هي جلسة سكتة نبشر البطاطس بتاعتنا لربح حبات بطاطس هبشرهم كلهم في المبشرة زي ما انتوا شايفين كده ونخلي بالنا عشان المبشرة دي بصوا بتعوري الإيدين واحد كده يسمي ويتوكل على الله ويبشر شوفوا دي أول واحدة هبشر الثلاثة البقين زي دي بالزبط هنا خلاص البطاطس بتاعتي مبشورة وجهزة وزي الفل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنروح على البتجاز بتاعنا نولعه بسم الله ونحط الطاقة بتاعيتنا الجميلة بس عادله لإني كنت غسله هاي وتعادل كده وننزل بما يعادل معلقة ونص زيت بس ما فيش صغير كده أقل كمان طبعا الطريقة دي حلوة بما إن ما فيش فيها زيت كتير وفي نفس الوقت طعمها لذيذ طبعا بس يحتر الزيت شوية وأنزل بالبطاطس المبشورة زي ما انتوا شايفين أقلبها بحيس كده أن أنا يعني أخلط البطاطس المبشورة مع شوية الزيت الصغيرين اللي أنا حطتهم طبعا ممكن نحط كمون مع ملح ممكن نحط ملح لوحده أنا ما كانش عندي كمون كان يبغالي أطحن كمون زي ما انتوا شايفين يعني إيه بتمشي الحياة وخلاص حطت شوية ملح طبعا ليه بنحط ملح عشان يدبلها عشان تستوي طبعا من أساسيات الطبق ده إن بعد ما نعمل كل اللي انت شفتوه ده نغطي لازم نغطي عشان البخار اللي يطلع منها هيسويها إن شاء الله ونحطها على نار هادية جدا ونحطها على جنب ندخل بقى على الطبق الرئيسي وهو الفول ونخلص الفول أنا مش مسؤول الفول بقى على الطريقة المصرية وهي طريقة حلوة جدا وسهلة جدا طبعا هو المفروض المفروض يكون فيه بصلة بس الله العظيم ما عندنا ولا بصلة مخلص وأنا زي ما تقولوا يعني إيه بعمل دراسة جادوة عشان نجيب كيس بصل بس إن شاء الله يوم التلاتة نجي طبعا النهاردة أنا حابة أساوي الفول بتاعي في طاجن الفخار الجميل ده الناس اللي هتسيب موضوع الفول والفطار وهتقول لي الطاجن ده منين الطاجن ده جماعة من بين شيهون كنت جايبه في رمضان اللي فات ب12 ريال اللهم أبلغنا رمضان يا رب اللهم أمين هسمي وتوكل على الله وأنزل بشوية زي الصغيرين وعليهم الشوية الطماطم اللي أنا أطعتهم وشوية ملح مع فلفل وشوية من بهارات أبو فهد اللي ما يعرفش بهارات أبو فهد من أجمل أجمل أنواع البهارات هي وبهارات أبو محسين اللي اتنين عندي في المطبخ لا يمكن المطبخ بتاعي يخلم منهم خصوصا في رمضان طبعا الطماطم هنا أهي يعني يعتبر استوت الحركة الشهيرة بقى في مصر جاسة ونضغط بها الطماطم أو نهرز بها الطماطم أنا عندي هالرأسة والله بس أنا حابة يعني إيه نمشي على الطرق البسيطة مش عايزين نصعب الحياة الدنيا سهلة والحياة حلوة بس إحنا نتوكل على الله ونشتغل وكل حاجة هتبقى زي الفول الطماطم استوت اتهرست بسم الله ما شاء الله نزلت بعلبة الفول بعدين برضو نفس الكاسة اللي هرست بها الطماطم هاهرز بها الفول اللي حابب يسيبه فول كده ماسك نفسه عادي ما فيش مشاكل بس صدقوني لما بيتهرس مع الطماطم بيدينا طعم ولا أجمل زي ما قلت لكم الوصفة فيها بصلة بس والله ما عندناش بصل لسه اشتري بسم الله ما شاء الله اللهم بارك على نار هادية ومع نفسه زي البطاطس بالزبط وبعدين نشوف بقى هنعمل اين تمام كده تمام نبص بص على البطاطسنا الجميلة شفتوا الحركة دي بسم الله يلا يا معبود بطلة حلوة الحركة صح كده الجلب طبعا بطاطس اسمها أرس البطاطس زي ما انتو شايفين هتطلع أرس وقادي الفول وقادي البطاطس بطاطس يعتبر خلاصها طفي عنها استوت خدت على النار بالزبط حوالي 11 دقيقة على نارها دي طبعا عندين حاجات في التلاجة برضو هنحطها وزي ما قلت لكم قبل كده الجودة بالموجودة اللي موجود في البيت نحطه ونسمي ونتوكل على الله وهيطلع زي الفل وربنا يبارك فيه عندي جبنة كنت جايبها من الغنام جبنة اسمها الطيب حلوة جدا للناس اللي بتحب الأجبان ملح خفيف دي حلوة جدا جدا وملحها خفيف وطعمها حلو وطرية وبسم الله ما شاء الله طيب حطينا الجبنة هنحط بقى لبنة عندنا لبنة برضو نحطها عادي يعني لا يلهاكله اي حاجة بسم الله وعلى بركة الله هنحط معلقتين لبنة وهنزبطهم كده بظهر المعلقة يعني كأنه حمص اه تضبطة كده بسيطة بحيث ايه نحط عليه شوية زيت طبعا انا حتى النهاردة استخدم زيت السمسم وزيت السمسم يا جماعة من اجمل اجمل انواع الزيت اللي فيها فوات كتير جدا ممكن تكون زيها زي زيت الزيتون بسم الله ما شاء الله حطيت شوية زيت سمسم هنا بقى محتاجة ان انا ايه اقطع الجبنة مكعبات صغيرة كده اه عشان اللي يأكل يأكل بأدب ياخدوش حتة كبيرة زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله شوية زيت سمسم برضو على فكرة رخص جدا وموجود في سوق الثلاث الجرورة تقريبا بخمستاشر ريال ببلاش وفوايده رهيبة 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 للبشرة وللجسم ولكل حاجة هنا احب ان انا اعمل معاكو الشاي طبعا ده شاي الصمان والناس اللي قالتلي شاي الصمان ده مش بيصبط معنا انا اقول لكم ما بيصبطش معاكو ليه انا طبعا ده البراد اللي انا اشتريته معاكم من محلة بخمسة 11 ريال الشاي فيه مميز جدا وبتحط على النار مباشرة ودي من الحاجات اللي عجباني فيه حطيت الشاي حطيت عليه الموية العادية طبعا بحط السكر اني نوعا ما بحاول ابعد بيد عن السكر خالص هنسمي ونتوكل على الله ونحط البراد على النار مباشرة بس نخلي النار هادية مجرب ما يبدأ يغلي بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد دقيقة واحدة نطفي عنه ونسيب الشاي يتخضر اقل شيء 7 او 8 دقايق دي الطريقة الصحيحة للشاي عشان يصبط معنا ويبقى شاي بسم الله ما شاء الله طعمه حلو اما الناس اللي شوية كده وتصبوا على طول خالص مش هيدكوا طعم ولا هيدكوا لون ولا اي حاجة شوفوا انا طفيت عنه وهسيبه اقل شيء 8 دقايق او 10 دقايق طبعا هنا انا ولعت الشامعة وحطيت القاعدة بتاعت الشامعة وحطيت البراد عليه مع نفسه كده على نار هادية لحد من ايه نتوكل على الله ونبدأ نسوي الخبزة بتاعتنا خبزة الطاوة على طريقة الشهرية بسم الله وعلى بركة الله طبعا عندي طاوة يستحسن انها تكون تفال عشان ايه عشان الخبزة ما تلزقش فيها نقطتين صغيرين زيت طبعا انا حطيت الخبزة معلش ما صورتش الحتة وانا بحط الخبزة نبل ايدنا بس مية كده ونشيل ملعجين ونحط في الطاوة ونزبطها بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا انا عن نفسي بقلبها بالطاوة عادي بتتقلب معايا لان انا بعملها كتير جدا بس انا مش حبة اصعب عليكم فبالراحة كده هوت منطرف بقدانا الاتنين ونقلبها بس كده ونهضي النار بسم الله ما شاء الله رحتها تفتح النفس اللهم بارك اللهم بارك زي ما انتو شايفين كده طبعا هنا خلاص استوت هعمل وحدة تانية هشيل دي بسم الله ما شاء الله هنا خلاص شلت الخبزة بتاعتي اول وحدة طعمها جميل انا عيالي بيحبوها تخينة شوي وده ارس البطاطس بتاعنا الجميل جدا جدا اللي رحته بسم الله ما شاء الله وطعمه اللهم بارك طبعا دي الخبزة رقم اتنين حطيتها في الطاوة وهنا الفطار بتاعنا اهو جاهز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتو شايفين دي كوريشن بقى شوية كوزبرة خضرة على ارس البطاطس على الفول بتاعنا اللي رحته ما شاء الله وطعمه اللهم بارك جربوا الطريقة دي ودعوه دي طبعا اللبنة والجبنة والحاجات دي والشاي بتاعنا الجميل بقى بصوا كوبات شاي مع الفطار بسم الله ما شاء الله اتمنى الفيديو الجميل العسل ده يكون عجبكو وين عجبكو يعني مجدع كده منكو ادونا لايك فضلا وليس امر بس زيتون والخبز طبعا البطل الاساسي في الفطار هو خبز الطاوة اللي بيتعمل في ثواني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اشتركوا في القناة و states огن